انتهجت فرنسا في الجزائر سياسة استعمارية لتحقيق أهدافها التي سطرتها فما هي أبرز مظاهرها السياسة الاستعمارية هي جملة من القوانين وضعتها فرنسا للسيطرة على الجزائريين أرضا وشعبا ومن مظاهرها سياسة الإدماج في الميدان السياسي والإداري تتمثل في سن قوانين تدمج الجزائر في فرنسا وتعتبرها قطعة فرنسية بالإضافة إلى حرمان الجزائريين من حقوقهم السياسية كالانتخاب وتقسيم الجزائر إداريا إلى ثلاث مقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينا وسياسة مصادرة الأراضي وفي الميدان الاقتصادي وتتمثل في مصادرة أراضي الجزائريين ومنحها للمعمرين بالإضافة إلى استغلال خيرات البلاد كالمعادن والخشب والطاقة والمرجان وفرض الضرائب وتخصيص مساحات هامة من الأراضي الزراعية لزراعة الكروم المنتجة للخمور وسياسة الاستيطان أما في الميدان الاجتماعي فتتمثل في تشجيع الاستيطان وتقديم الامتيازات للمعمرين الأوروبيين الوافدين على الجزائر كمنحهم الأراضي الخصبة والجنسية الفرنسية وتطبيق قوانين استثنائية على الجزائريين مثل قانون الأهالي 1871 ميلادي وقانون التجنيد الإجبار 1912 ميلادي وقانون كريميو 1870 ميلادي وسلب ممتلكات الجزائريين وإخضاعهم للقانون الفرنسي بالإضافة إلى سياسة الفرنسة في الميدان الثقافي بنشر الجهل والأمية بعرقلة نشاط المدارس والزوايا واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية بالإضافة إلى إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والإدارية والقضائية وفرنسة المحيط بتسمية المدن والشوارع بأسماء فرنسية ثم سياسة التنصير وفي الميدان الدين يتمثل في تحويل المساجد إلى كنائس وإستبلات وثكنات ومخازنة بالإضافة إلى بناء المؤسسات الدينية المسيحية واليهودية على حساب المؤسسات الإسلامية ونشر المسيحية عن طريق التبشير حيث قام القصاوسة باستغلال المجاعات لنشر الدين المسيحي مقابل المساعدات الغذائية لم يبقى الشعب الجزائري مكتوف اليدين أمام سياسة الاستعمار الفرنسي بل وجهها بالثورات المسلحة حتى نال الاستقلال سنة 1962 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر